أكد الرئيس عبد الفتاح أسيس الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشاور ما بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سيسي وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي من بينهما لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السبراني والبنية التحتية والمواد الطبعية والاعتمادات شارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنافي جبالي رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزيره الخارجية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيدا عميق للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات وثيقة ومتشعبة من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي تقدير بلاده الكبير لمصر ولدورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي ما بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعظة وفي مختلف المجالات وكشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول سبول التعاون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي والتعامل مع التطورات ذات الصلة إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان في ذلك السياق شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار مؤكدا بذل مصر أقصى الجهد لدفع مصاري الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع كما تترق اللقاء إلى القضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتواصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة بما يفتح أفاق جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة من جنبه أعرب مكارثي عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد مشيرا إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهديئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والدفع نحو تنشيط عبليات السلام ترجمة نانسي قنقر